الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فلازلنا مع شرح بن عقيل على ألفية بن مالك ووصلنا بفضل الله إلى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطراد كهنا مكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رماء وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا كما في أصله معه اجتمع عندنا الظرف إما زمان وإما مكان فالزمان ضمنا معنا فيه بالطراد والمكان ضمنا معنا فيه بالطراد كقوله هنا أمكث أزمنا هنا مكان أزمنا زمان واحترز بقوله ضمنا معنا فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان والمكان معنا فيه إذن عندنا لابد أن يضمن معنا فيه كقولك زرتك يوم الخميس أمام البيت أمام المسجد إذن هنا يوم الخميس أي في يوم الخميس أمامك أي في الأمام الآن عندنا إذا لم يتضمن معنا فيه فهنا لا يكون اسم زمان أو مفعول فيه أو ظرف مثلا يوم الجمعة يوم مبارك هنا صار يوم الجمعة مبتدأ هنا يوم عرف يوم يوم هنا خبر مجرور صرت في يوم الخميس جلست في الدار مفعول به بنيت الدار شهدت يوم الجمل هذه كلها ليس فيها معنى فيه وأيضا واحترز بقوله بالطراد لأن هنا قال الشيخ الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه بالطراد كهنا مكث أزمنا إذن احترز بقوله بالطراد دخلت البيت سكنت الدار ذهبت الشام فإن كل واحد منها متضمن معنى فيه ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردة لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها والبيت والدار والشام أنصوبة على التشبيه بالمفعول به هذا كلام ابن مالك يقول الشيخ الشارع هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله بالطراد ليخرجها فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه يقول الشيخ أن أنت قلت تشبيه بالمفعول به المفعول به ليس بمعنى فيه بالطراد إذن الشبه به ليس فيه معنى فيه بالطراد الآن عندنا يقول الشيخ فانصبه بالواقع فيه مظهر كان وإلا فنوه مقدر حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه مثل المصدر والفعل الوصف عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير إذن عجبت من ضربك الضرب هو الذي نصب يوم الجمعة عند الأمير الفعل ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير الوصف أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف الآن يقول الشيخ والناصب له إما مذكر كما مثل أو محذوف جوازا عندما تقول متى جئت أقول يوم الجمعة أي جئت يوم الجمعة كم سرت تقول فرسخين أي سرت فرسخين وجوبا صفة مررت برجل عندك صلة جاء الذي عندك حالا مررت بزيد عندك خبرا في الحال أو في الأصل زيد عندك ظننت زيدا عندك يقول الشارح فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر يعني مررت برجل استقر عندك أو مررت برجل مستقر عندك أما الصلة جاء الذي عندك فبالفعل إذن جاء الذي استقر عندك وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة الآن يقول الشيخ في قوله نحو وكل وقت قابل ذلك وما يقبله المكان إلا مبهما اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية إذا كان مبهما سرت لحظة وساعة ومختصا إما بإضافة سرت يوم الجمعة أو بوصف سرت يوما طويلا أو بعدد سرت يومين اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان المبهم كالجهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخل وكالمقادير غلوة ميلا فرسخا بريدا تقول جلست فوق الدار سرت غلوة الآن ما صيغة من المصدر بشرطه أن يكون عامله من لفظ قعدت مقعد زيد جلست مجلس عمر الآن عندنا فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفيه جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد وهذا إنما وجد في العرب شذوذا ومن الشذوذ هو مني مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط الثرية أي كائن مقعد القابلة مسجر الكلب ومناط الثرية ونصب هذه شذوذا ولا يقاس عليها خلافا للكساء والظاهر من كلام المصنف أن المقادير من مصيغة من مصدر مبهما المقادير مذهب الجمهور من الظروف المبهمة لأنها مجهولة الصفة وإن كانت معروفة المقدار إلا أنها مجهولة الصفة الشلوبين يقول ليست من الظروف المبهمة مصيغة من المصدر مبهما جلست مجلسا مختصا جلست مجلسة زيدين وظاهر كلام المصنف اللي هو بن مالك أن مرمى مشتق من رمى وليس هذا على مذهب البصريين كما قدمنا فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل ونصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب الشام مع ذهب دخلت البيت سكنت الدار ذهبت الشام هذه قدمناها في أول الدرس هنا لما قلنا أنها شبيهة بالمفعول به يقول الشيخ هناك ثلاث مذاهب هي منصوبة على الظرفية شذو ذن وهناك منصوبة على سقاط حرف الجر دخلت في الدار دخلت الدار مررت زيدا أصلا مررت بزيد والمسألة الثالثة منصوبة على التشبيه بالمفعول به والله أعلم